موسيقى 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 السلام عليكم مشاهدين الكرام منتصف الليلة الان في تونس مرحبا بكم لمتابعة اخر نشرات الاخبارية لهذا اليوم اتاحت الليلة مدينة العلوم فرصة لزوارها لمتابعة اطول خصوف في القرن الحادي والعشرين تفاصيل هذا الحدث الفلكي تتابعونه في الروبورتاج التالي هكذا كان القمر في حدود الثامنة وخمسة وعشرين دقيقة مساء حين بدأت الارض تحجب عن القمر اشعة شمس وقد بلغ هذا الحجب شكله الكامل في حدود الثامنة ونصف ودام ساعة وثلاثة واربعين دقيقة ليكون بذلك الاطول في القرن الحادي والعشرين في العادة الخصوف ساعة ونصف تونك اطول خصوف مصطلح نسبي خصوف القادم لأطول الخصوف هذا الفين ومية وعشرين هذا الخصوف الذي سمي القمر فيها بالدموي نظرا لللون الأحمر الذي أصبح عليها والذي دامت مرحلتها الجزئية والكلي أربع ساعات تقريبا جاء لمشاهدتي بمدينة العلوم أعداد كبيرة من محبي الفلك وخاصة منهم الأطفال هؤلاء الأطفال الذين جاءوا لمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية عبر المناظير التي خصصتها لهم ولي غيرهم مدينة العلوم اشتكى بعض من أوليائهم مما سموه بسوء التنظيم تنظيم كل عادة ياسر 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 ناقص أنا قاسة ساكر لي والصغاري عندي ثلاثة يام سوغنتغنات على أساس أني على الأقل كنجيل هنا ما ننستنيش ياسر نلقى روحي كمام في صفن بتاعت ساكر نلقى روحي كمام في صفحي كمام في صفحي سوف تنظيم كل عادة ياسر كبيرة في تونس بعد ثورة ولينا مشبورين أن نضع في البيب البختيك لكي تدخل العبد بالعبد وقت اللي يبدأ عندك مئة ولا مئتين لا تنشمش تدخلهم وكلهم فرد وقت لذلك كيف يصير تدافع وأنا أتذروا للعبد المنجموش يدخلوا الجمهور الذي قارب عادة خمسة آلاف شخص وفق إحصائيات المشرفين على مدينة العلوم خاص زوار بفقرات ثقافية خاصة للأطفال من خلال الحكوات وأخرى موسيقية غنائية وبإمكانكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفز التونسية شكرا لحصر المتابعة والاهتمام في أمان الله شكرا للمشاهدة